اشتركوا في القناة ازل ملك الموت من السماء بعد العصر من يوم الاثنين فإذا هو لا يزال يقفض روحه الشريف عليه الصلاة والسلام دائما الإنسان أيها الأخوة والأخوات إذا كان في سكرات الموت يتكلم بأهم شيء عنده في الحياة إن كان عنده ولد مريض بدأ يوصي إخوانه به يقول انتبهوا لأخيكم المريض إن كان عنده ولد معوق بدأ يوصي إخوانه به إن كان عنده أم عجوز بدأ يوصي أولاده بها أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه عند الموت كان يخشى على عقيدة أمته من الفساد فكان صلى الله عليه وسلم يردد ويقول لعنة الله على اليهود والنصارى ما بالهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحضر صلى الله عليه وسلم مما صنعوا وكان صلى الله عليه وسلم يقول لا تتخذوا قبري مسجدا ونهى صلى الله عليه وسلم عن بناء المساجد على القبور وكان صلى الله عليه وسلم يقول إنما هلك الذين من قبلكم بهذا يعني قوم نوح لما كانوا يعظمون الرجال ويعظمون الأشخاص ويعظمون الصالحين فيبنون عليهم مساجد ثم يبدأون بدل ما يدعون الله تعالى يدعون هؤلاء بعض الناس الآن يأتي إلى طبر الولي فلان ويقول يا ولي الله اشفى علي عند الله يا ولي الله اشفى ولدي المريض ثم يبدأ يذبح عنده ويعظمه وقد يسطب عليها الطيب وغير ذلك هذا كله أيها الأحبة الكرام للمحرمات بل هو من صور الشرك بل إنك لو تأملت معي في حقيقة لوجدت أن الله عز وجل قد كثب الضلال على أمثال هؤلاء بسبب فعلهم فقال سبحانه وتعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين بعض الناس اليوم يأتي إليه تقول يا فلان لماذا تأتي إلى قبر الشيخ فلان وتدعوه من دون الله يقول يا أخي أنا ما أدعو القبر أنا أدعو الله سبحانه وتعالى لكن هذا الشيخ واسطه بيني وبين الله هذا الشيخ له جاه عند الله هذا له منصب عند الله هذا كان يبكي في الأسحار ويصوم النهار ويتعبد هذا له جاه عند الله أنا ما أقول يا شيخ اغفر لي ولا أقول يا شيخ اشفي مريضي أنا آتي عند القبر أقول يا شيخ اشفع لي عند الله أن يشفي مريضي اشفع لي عند الله أن يرزقني اشفع لي عند الله أن يرزقني وظيفة إلى غير ذلك هذا الذي يقوله صاحبنا هي الحجة نفسها التي كانت تفعلها قريش بالله عليكم يا إخواني الآن قريش لما كانت تعبد الله العزة هل كانت تعتقد أن الله العزة إله خلقت السماوات والأرض لا ولين سألتهم من خلقهم لا يقولون الله هذا كلام الله في القرآن ولين سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله ولين سألتهم من نزل من السماء ماء لا يقولون الله من يحل الأرض بعد موتها لا يقولون الله هذا كلام أبي جهل وأبي لهب وكلام الكفار جميعا إذا سألت من خلق السماوات والأرض من فعل من الذي يتحكم بالكون يقول لك الله طيب ماذا منك تعتقد أنها الله لماذا تعبد الله والعزة قالوا لا نحن نعبد الله والعزة لأنها صور لأشخاص صالحين لهم جاه عند الله طيب ما هو اللات اللات هذا كان رجلا صالحا كان يجلس في الحرم ويلت السويق للحجاج يأخذ خبز وتمر ويبدأ يعجل الخبز بالتمر ويعطي الحجاج صدقة سنة سنتان ثلاث سنوات أربعون سنة وهو على هذه العبادة فلما مات من شدة فرحتهم به وشدة احترامهم له وأنه صاحب جاه عند الله تعالى صنعوا له صنما بصورته وأصبحوا إذا نسألت بهم حاجة يأتون إليه يقولون يا لات يا رجل يا مكنت عابدا اشفع لنا عند الله أن نستينا فإننا نحتاج إلى مطر اشفع لنا عند الله أن يشفي ولدنا المريض فإنه قد مرض اشفع لنا عند الله أن يرزقنا فإنه قد انقطع الرزق أو أجذبة الأرض إلى غير ذلك تعالى الآن إلى أصحابنا الذين يعبدون القبور يطوفون عليها يتقربون إلى أهلها قل لي يا فلان لماذا أن تتقرب إلى القبر قال هذا صاحب جاه عند الله ايش الفرق بينه بين الأول يقول الله سبحانه وتعالى عن أولئك في عبادتهم أعني أبا لهب وأبا جهل يقول الله سبحانه وتعالى أنهم يقولون ما نعبدهم نحن ما نعبد الله والعزة ومناثل ما نعبدهم إلا لسبب واحد ما هو إلا ليقربون إلى الله زلفا يعني يتوسطون لنا عند الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يعبد غير الله وبين أن عبادة غير الله عز وجل هي شرك وقال الله سبحانه وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا لا يجوز أن تدعو ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا متعبدا ولا رجلا صالحا ولا أي أحد من الناس لا يجوز أن يعبد إلا الله عز وجل الذي بيده ملكوت السموة بالغرب يا أخي الكريم إذا وقعتني كربة لا تذهب إلى قبر أرفع أيديك اللهم فك عني كربتي مرض ولدك يا أخي الله سبحانه وتعالى يقول وإذا مرضت فهو يشفين ويقول عز وجل وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلاه وإن يمسسك بخيره فهو على كل شيء قدير يا أخي بدل ما تدعو السيد فلان السيد البدوي السيد زينب عبد قادر الجيلاني نعم قد يكونون عبادا صالحين نسر الله أن يغفر لهم ويتجاوز عنهم يجمع نبيهم في جنة أنا ما أترقصهم لكني أقول مع أنه رجل صالح إلا أنه لا يجوز أبدا أن تدعوه من دون الله الصحابة في عهد عمر بن خطر لما أجدبت الأرض وانقطع القطر من السماء ما ذهبوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله اشفع لنا عند الله أن يسكينا لا النبي صلى الله عليه وسلم مات خلاص مات فذهبوا إلى المسجد إلى المصلى في الصحراء وصلوا ثم رفعوا أيديهم اللهم مسكنا اللهم مسكنا وقال عمر يا عباس أنت عب من نبي صلى الله عليه وسلم قم واشفع لنا عند الله ادعو الله تعالى فقام العباس يعني يستشفع بدعائه قام العباس قال اللهم مسكنا ويدعون الله تعالى حتى نزل عليهم المطر طيب لماذا ما ذهب عمر ولا ذهب العباس ولا ذهب عبد الله بن عباس أو عبد الله بن عمر أو بن مسعود لماذا ما ذهب هؤلاء الصالحون أقرب يا أخي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هناك قبر أشرف منه لماذا ما ذهبوا وقالوا يا رسول الله نحن أصحابك جعنا وعاطشنا إشفع لنا عند الله لأنهم يعلمون أن دعاء الأموات حرام حتى لو كان نبيا نعم حتى لو كان نبيا هذا ما يعني يا إحواني وأخواتي أننا نبغض الصالحين أو أننا نبغض النبي صلى الله عليه وسلم لا والله بل والله إننا نحب الصالحين وندعو الله تعالى نجمعنا بهم في جنة لكن ما يعني أننا إذا أحببناهم أننا نبدأ نصرف لهم أنواع عبوذية لا الدعاء لله الاستغاثة بالله الذبح لله والطواف على ما أمر الله بالطواف به الكعب أما هؤلاء الصالحين فحقهم علينا أن ندعو الله تعالى لهم أن نصافر لهم أن نكرمهم أن نبجلهم أن نقبل رأسهم إذا رأيناهم أن نسألهم مثلا عن مسائل الدين إذا كانوا علماء هذا حقهم علينا أما أن نبدأ ندعوهم من دون الله فهذا من الشرك وينبغيه الإخوة والأخوات تنبه لمثل هذا أسأل الله تعالى مني وكرمه أن يوفقني وإياكم لكل خير أن يجعلني وإياكم باركين أينما كنا وأسأل الله تعالى أيضا أن يصفي عقيدة لا له وحده لا شريط له وليعيدنا من الشرك وأهله هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبرك على رسول الله